موسيقى النشرة المسائية أهلا بكم أهلا بكم انتهت مرافعات لهاي لاعتبار المتهمين الأربعة مذنبين غير أن الحكمة لن يصدر قبل العام التاسع عشر بعد الألفين لبنانيا لا تأثير لأجواء المحكمة في الوضع السياسي المأزوم أساسا ناتجة عدم التفاهم بعد بين رئيس الجمهورية ورئيس سعد الحريري على الصيغة الحكومية التي ستخضع للتعديل وإذا تعذر سيكون لها بديل في تصغير حجم الحكومة لتكون عشرينية مناصفة بين فريقاء الثامن والربع عشر من أذار أما توزيع الحقائب فسيكون متوازنا بين ما هو سيادي وما هو خدمتي وفي رأي أوصات سياسية أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوع الحكومة قبل سفر رئيس الجمهورية إلى نيويورك وفيما اطمأنا الرئيس الحريري إلى الوضع الأمني اطمأنا أيضا إلى الوضع النقدي من حاكم مصرف لبنان الدكتور رياد سالمي وحسب وزير الصحة فأن رئيس حكومة تصريف الأعمال مهتم ومتفهم للحاجة إلى ضخ أموال لصالح أدويات مرضى السرطان والحالات المستعصية وفي الشأن الضريبي كان هناك اجتماع ناجح بين وزير المال والهيئات الاقتصادية وفي الخارج بدت إدلب متجهة إلى حرب بقرار روسي اتخذه بوتن مع مجلس الأمن في بلاده وسط تحضيرات للقاء قمة روسية تركية في سوتشي الأثنين المقبل وسط شروط أمريكية للحل السياسي في سوريا سلمت مجموعة الدول السبع المصغرة البيت المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن إلى المبعوث الأممي استفادة من سوريا إعلان مبادئ عامة تتضمن رؤية هذه المجموعة لمستقبل سوريا وتضمن هذه المبادئ شروطا من بينها قطع الحكومة السورية العلاقة نهائيا مع إيران وعدم تقديم أي مساعدة لإعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلا في حال إجراء تغيير حقيقي ويفهم من هذا الشرط الأخير أن هذه المجموعة تتحدث عن مستقبل لسوريا بمناطق منفصلة واحدة محررة كما يسميها الإعلان وأخرى خاضعة للحكومة ويضع إعلان المبادئ مجموعة معي للعملية السياسية من بينها منح رئيس الوزراء صلاحيات كاملة وأن لا يكون لرئيس الجمهورية صلاحيات في تسمية رئيس الوزراء أو الوزراء وتعتبر تشكيل اللجنة الدستورية خطوة مهمة لمناقشة الإصلاح الدستوري لكن يجب أن يبقى عملها تحت إشراف الأمم المتحدة كما يتضمن الإعلان تهديدا متجددا باتخاذ كافة الخطوات الضرورية لردع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتحصر عملية إعادة اللاجئين بالأمم المتحدة وفيما تنهمك مجموعة الدول بوضع مبادئ لمستقبل سوريا قالت وكالة الإعلام الروسية نقل عن الكريملين أن الرئيس فلادمر بوتين بحث الوضع في إدلب التي يسيطر عليها مقاتلون معارضة مع أعضاء مجلس الأمن الروسي يوم الجمعة ونقلت الوكالة عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين قوله أن بوتين عبر أمام مجلس الأمن الروسي عن قلاقه من أنشطة المتشددين في آخر معقل رئيسي للمعارضة وعلى خط الحراك الديبلومانسي أعلن مسؤولنا أتراك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي نظره الروسي فلادمر بوتين الأثنين في سوتي لبحث الوضع في سوريا فيما تسعى أنقرة إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في محافظة إدلب اشتركوا في القناة أنهى الإدعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مرفعاته الختمية وبعد ظهر اليوم قدم فريق المتضررين مرفعاته في حضور ست من عائلات المتضررين من عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من هناك من لهاي تنضم مباشرة المعنى الزميلة دينا رمضان طبارة دينا نعم توني مساء خير وشكرا لإلك كما تكرت فإن الإدعاء اختتم اليوم مرفعاته العلدية أمام غرفة الدرجة الأولى وكذلك فعل المرافعون القانونيون لأهالي الضحايا وطبعا المتضررين غرفة الدرجة الأولى برئاسة القاضي ديفيد ري استمعت إلى الإدعاء على مدى ثلاثة أيام ونصف اليوم واستمعت بعض ظهر اليوم كما ذكرت توني إلى أهالي المتضررين المرافعات القانونية بخصوص أهالي المتضررين وخصوصا من أهالي الشهداء هناك مسئولية سياسية حملت إلى حزب الله المسئولية السياسية تتعلق بالرابط مع سوريا بتقويت حجم الرئيس الحرير السياسي حتى لا تترجى الانتخابات عام 2005 وحتى لا يشكل كتلة برلمانية كبيرة ويتحرر من النظام السوري ومن الوصاية السورية هذا في الشكل السياسي الإدعاء قال إنهم متورطون في إشارة إلى المتهمين الأربعة من عناصر حزب الله بأنهم متورطين بهذه الجريمة الإرهابية هذا بالنسبة للإدعاء وبالنسبة للمرافعات القانونية بالنسبة للمتضررين يوم الاثنين المقبل ستكون هناك المرافعات العلنية للدفاع علم تلفزيون لبنان أنه من المتوقع وكما كنا ذكرنا سابقا بأن القرار ظني قد يصدر في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 وعندما يصدر القرار تتبلغ به رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان تبلغه إلى الأمين العام للأم المتحدة إلى أعضاء مجلس الأمين الدولي وطبعا الحكومة اللبنانية لبنان يبلغ رسميا بالقرار الاتهامي وأيضا الانتربور وعلى الحكومة اللبنانية أن تنفذ هذا القرار تنفذ القرار الاتهامي إذن كان هذا كل شيء من لهاي بعد اختتام مرافعات الادعاء وطبعا المرافعين القانونيين للمتضررين وكنا معكم مباشرة عبر كاميرا أزميل حسين حجازي توني شكرا لك دينا حدثينا مباشرة من لهاي تفاصيل اليوم الرابع من مسار عمل المحكمة الخاصة بلبنان في مرافعاتها العلنية الختامية في هذا التقرير اختتم الادعاء أمام غرفة الدرجة الأولى برئاسة القاضي ديفيد راي مرافعاته على مدى ثلاثة أيام ونصف اليوم في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بالطلب بعد كل ما تقدم بأن المتهمين الأربعة سليم عياش أسد صبر حسن مرعي وحسين عنيسي مذنبون في القرار الموحد نايجيل بوفواز أحد محامي مكتب الادعاء وفي المرافعات العلنية أكد أن الفاعل العسكري المتطور هو مصطفى بدر الدين الذي استخدم خبراته العسكرية على مدى ثلاثين عاما في تنفيذ الجريمة فهو رأس الهرم عبر إسناد الشبكة الخضراء إضافة إلى الهواتف الخلوية الشخصية والتتبعية لكنه لم يعود متهما أمام الغرفة بإعلان وفاته عام 2016 الادعاء ضحض كلام السيد حسن نصر الله عام 2010 عن مراقبة الموساد للرئيس الحريري فقد زامن رقم الموساد ليوم واحد في منطقة ذوق مصبح تحرك الشبكة الزرقاء في رصد موكب الرئيس رفيق الحريري خلال توجهه إلى منطقة فقرة من منطقة ذوق مصبح أدونيس عينتورا الادعاء عرض لتنفيذ مراحل الاغتيال وحدة الاغتيال بحسب الادعاء مؤلفة من 6 أساسيين مع فريق عمل وصل إلى أكثر من 10 أشخاص يومي 15-16-2005 توقف للخطوط الأرجوانية بالكامل المرافعات ركزت على محطة الجزيرة وتعاملها مع حركة الاتصالات لاستلام شريط الفي أتش أس من على شجرة قريبة في منطقة رياض الصلح في جلسة بعد ظهر الجمعة مرافعات علمية قانونية للمتضررين الذين حضروا إلى مبنى المحكمة وفيها أن حزب الله متورد وسوريا بطريقة غير مباشرة لأن الهدف كان رفيق الحريري الذي كان سيغير المعادلة السياسية بفوز كبير في الانتخابات البرلمانية عام 2005 بعد مرافعة للمحامي هاينز مرافعة للمحامية اللبنانية عبدالساتر التي طالبت بحكم ينطق بالحقيقة أوسع حقيقة ممكنة ونطلب أن تكونوا متطرفين للعدالة قالت للقضاة من وكيف ولماذا نستحق أن نعرف الحقيقة قالت أيضا عبدالساتر في مرافعة للمحامي مطر إن الجريمة وحدت اللبنانيين بالدم هي جريمة عمياء ومبصرة في آن متوحشة ماكرة حزب الكتائب اللبنانية أحيى ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل والمحكمة الدولية لم تغب عن اللقاء الذي أقيم في الأشرفية في الذكرى السادسة والسلسين عادوا جميعا إلى البداية إلى المكان الذي انطلقوا منه وإلى البيت الذي حضنهم لسنوات وشهدوا فيه على استشهاد الرئيس بشير الجميل في 14 أيلول 1982 الذكرى هذا العام لها طعم آخر لأنها المرة الأولى التي تقام بعد صدور الحكم منذ ما يقارب السنة ومع انطلاق المرافعات في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي وبحسب النائب نديم الجميل ستعيد الحق لشهدائنا للرئيس الحريري وللرئيس بشير الجميل وشهداء 14 أيلول وثورة الأرز ما فينا إلا ما ننظر بهيدا الزمن يلي عم نمر فيه ما فينا إلا ما ننظر لكم كيلوماتر من هون لهولندا للاهاي مطرح المحكمة الخاصة للبنان كمان عم تنظر بإختيال بقضية إختيال رفيق الحريري واكتر من شهداء ثورة الأرز لأنه اليوم هيدا بصيص أمل لألنا متل ما كان بصيص الأمل بعشرين تشرين القاعد تشرين 2017 لما أصدروا الحكم بقضية بشير اليوم عم نشوف أنه من زمن الحقيقة إلى زمن العدالة وإذا الله راد إلى زمن الحق يلي لازم يتحقق كرميل تشهدائنا نرجع نرد لنوا اعتبار حقيقي وقد تخلل الحفل وضع أكليل من الزهر على الشعلة المضاءة وكلمات في الذكرى لتليفزيون لبنان نحن سعيدين أنه بلاهاي في محكمة دولية عم تحاول أنه تدول حقيقة على جريمة كتير كبيرة حصلت وبإذن الله نوصل كمانا لتحقيق العدالة المحكة الدولية بتقدر تعطي حق كبير لرفيق ولسورة الأدرس ولشهدائها ولـ 14 أدار ولكن المهم كيف لا تتطبق المهم شو التمن لتطبيقه لأنه فيه تمن غالي أنه نتطبق فيه تمن غالي وأنه ما نتطبق فيه تمن غالي بشير أول ما انتخب رأي الجمهورية أول خطوة يعملها هو راح شيف سائب السلام اللي هو كان خصمه بالسياسة واللي ما كان دعمه لرأسة الجمهورية بعدين راح شيف ألبارم خيبير كمانا اللي كان ضده سياسيا ويمكن كانت الخطوة الجاية يطلع عن بيت فرنجية ويشوفوا سوا كيف كان فيهم يبنوا بلد لأنه بشير كان بده يبني بلد ما كان جاي يعمل زعيم على شعبه أو على دولته لا كان جاي يبني بلد حقيقي كان بده دولة وكان بده يكون فيه معارضة وفي المناسبة أقيم القدس الإلهي في بكفية بحضور الرئيس أميل الجميل والعائلة وحشد من المسؤولين الكتائبيين والمناصرين أهلا بكم من جديد الرئيس العماد عون عرض تطورات الإقليمية مع إياد علاوي والتقى وفضن سينيا أبدى استعدادا للاستثمار في لبنان فيما تابع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون المستجدات السياسية المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة الجديدة كانت له سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وإنمائية واقتصادية وديبلوماسية فعرض مع نائب رئيس جمهورية العراق ورئيس الحكومة العراقية السابق قياد علاوي العلاقات اللبنانية العراقية وسبل تطويرها في المجالات كافة كما تطرق البحث إلى الأوضاع الإقليمية والتطورات الأخيرة رئيس عون طلع من وزير السياحة وديسكي دانيا على تطور الحركة السياحية منذ بداية السنة وحتى نهاية شهر أبل ماضي إذ بلغ عدد السياح الذين زاروا لبنان خلال هذه الفترة 1.339.000 سائح في مقابل 1.492.000 سائح في الفترة نفسها من العام 2010 الذي يعتبر أفضل عام في الحركة السياحية اللبنانية والمقارنة تظهر أن الفارق هو 10% فقط لمصلحة أرقام 2010 الوزير كيدانيا لفت إلى أن السياح أتوا من مختلف الدول العربية والأوروبية والأمريكية وعرباء عن أمله في أن يصبح عدد السياح مع نهاية السنة الجارية نحو مليوني سائح الرئيس عون أجرى مع الوزير السابق زياد بارود جولة أفق تناورت الأوضاع العامة وتطورات الأخيرة كما تركز البحث على عدد من المواضيع وأبرزها اللامركزية الإدارية وأهمية اعتمادها وفق ما دعا إليه الرئيس عون في خطاب القسم وفي القصر الجمهوري سفير البرازيل في لبنان جورج جيرالدو قادري لمناسبة انتهاء خدماته في لبنان وانتقاله إلى وزارة الخارجية البرازيلية ومنحه رئيس الجمهورية ويسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر اقتصادياً التقى الرئيس عون المجموعة الصينية الاقتصادية التي تعنى بشؤون الاستثمار في المشاريع الحكومية برئاسة تشين شاويجي الذي أعرب عن استعداد المجموعة للاستثمار في المشاريع التي تنوي الدولة اللبنانية تنفيذها في مجالات الطاقة والمواصلات البرية والجوية وسكة الحديد وغيرها رئيس عون نوها بالعلاقات اللبنانية الصينية التي تشهد نمواً في مختلف المجالات مجدداً الترحيب بمبادرة طريق الحرير التي سبق أن أبدى لبنان تأييده لها شاكراً للصين دعمها للبنان في المحافل الأقليمية والدولية لسيماً في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أصدر الرئيس المكلف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مذكرة قضائية أو مذكرة عفواً قضت بأقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة ذكرى عشورة والموافق يوم الخميس الواقع في عشرين تسعة الفين وثمانتعش من جهة ثانية التقى الحريري في بيت الوسط السفير الفرنسي في لبنان برينوفوشي وتم البحث في المسجدات والعلاقات الثنائية كما التقى الرئيس الحريري مدير منظمة الغذاء العالمية عبدالله الوردات وتم عرض لعامل المنظمة ونشطاتها الرئيس الحريري التقى نائب الرئيس العراقي إياد علاوي وتم عرض للتطورات الراهنة ومساءً التقى الرئيس الحريري حاكم مصرف لبنان رياض سليمي تربوياً العام الدراسي ينطلق وسط إقبال غير مسبوك على المدارس الرسمية ولا سيما في العاصمة بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية وتكتم في المدارس الخاصة عن سبب الانكفاء من قبل الأهالي ومدراؤها يرفضون التحدث أمام الكاميرا تحقيق بيار البيع انطلق العام الدراسي 2018-2019 في ظل أجواء اقتصادية سيئة أرخت بظلالها على الأهل والتجار على حد سواء فيما عمدت المدارس الخاصة إلى الزيادات ككل سنة في الأقصاط والتشجيل والكرتصية تلفزيون لبنان قصد بعض المكتبات في العاصمة حيث الحركة بدت شبه معدومة والملجأ الأخير المدرسة الرسمية التي ترزح هي بدورها أيضا تحت وطأة الطلاب النازحين وغيرها من المشاكل كل سنة عم تكون أسوأ من السنة اللي مضت السبب حسب صرخة العالم اللي عم نسمعها هون العالم تجي بتفش خلقة بتحكي الغلال أسعار والأقصاط بالمدارس عدم التعاون مع دور النشر بشكل مزبوط يعني بيروحوا الأهل اللي يجيبوا الكتب من مدارسهم بيقولون أنه بالمكتب الفلانية أو المكتب الفلانية عبعزبوهم بهالمكاتب مش عبتكون في هولي الكتب مش عبتكون متوفرة بالمكاتب وعادعا هيكي فيه جمود فيه ركود اقتصادي رهيب يعني كل سنة عبتكون أسوأ من اللي غبلها بأشواط يعني الفرق مش بسيط وكحركة كتب كحركة قرطسية الشخص اللي غادر يوفر بشنته الموجودة معه من سنة الماضية عبيخد الأشياء الأساسية مش عم ياخد شي جديد كان الولد كل سنة بده شنته لا شنته عبد دينه اللي عم نسمعه هادي بده دينك سنتين هاي بده دينك تلات سنين شو كيف الأسعار السنة؟ غالية والمدارس زادوا السنة الصوتة زادوا تجيل زادوا قرطسية بنسبة الدافر يعني مع السنة الماضية يعني ما بعرف أعطيك نسبة بس بعتقد تقريبا شي خمسة أو أربعة بالمية بس يعني نسبة منيحة ما بقدر أدفع طبعا دقروح على المدرسة الاسمية إنها قصة أبريق الزيت كما في كل عام أقصات دراسية لا ترحم قرطسية وشنة مدرسية وأسعار مرتفعة سنة عن سنة وأهل هم الضحية كما في كل سنة الوزير غصان حصباني وفي حديث لتلفزيون لبنان أكد أن الخوات اللبنانية قدمت تسهيلات وطروحات مختلفة من أجل تشكيل الحكومة وعلى الأفريقاء الآخرين الذين يعتبرون أنفسهم موجودين حول العهد أن يسهلوا ولادة الحكومة مشيرا إلى أن قرار تشكيل الحكومة هو شأن داخلي ولا يوجد أي تدخل خارجي حاولته ابتسام عكوش مع الوزير اليوم الموضوع الحكومة هل بتشوف كل الطرقات أصبحت مقفلة أو بعد في حل قريب ممكن نشوف حكومة نشهد حكومة ولادة حكومة قبل رأسسنا هو لا الطرقات ليست مقفلة أمام الحكومة يمكن شوي ديئة شوي صعبة منا معبدة مية بالمية ولكن دايماً فيه أمل بتشكيل هذه الحكومة بطريقة مقبولة يعني تساهم على أمل أن يكون هناك مساهمة من الجميع بتسهيل عمل الرئيس المكلف لتشكيله لكن لا ما بعتقد الحائط مسدود كلياً العملية ما لنا تقاضف الكرة ووضعها يعني الهدف مش أنه الواحد يوضع الكرة بملعب حداً آخر الهدف أنه تنحل الأمور ويصير فيها حكومة لأنه الوضع ما بيحتمل عدم موجود حكومة طبعاً القوات اللبنانية قدمت تناسلات لا مش تناسلات بل هي تسهيلات وأفكار وطروحات مختلفة يعني نعطى عدة طروحات لحتى يتاح للرئيس المكلف أن يقرر ما هو الأنسب وما هو الأفضل بيكون في عنده هامش من النقاش والحوار حول توزيع يعني الحقائب وحول تشكيل الحكومة والأفكار كلها يعني اللي بتطبع على تشكيل الحكومة لكن لابد أن يكون هناك أيضاً تسهيلات من كل الفرقاء المعنيين خاصة الأكثر يعني وقعاً على تشكيل هذه الحكومة يعني فيه طبعاً ولكن لابد أن يكون هناك أيضاً تسهيلات من الفرقاء الآخرين يلي هني بيعدوا حالهم وموجودين حول العهد وبيقولوا أنه هني فريق العهد لكن نحنا كلنا معتبر حالنا جزء من هذا العهد ولكن كل فريق معني بإنجاح هذا العهد عليه تقديم التسهيلات لحل أي عقدة قد تقول دون تشكيل هذه الحكومة هل ممكن ارتباط هل قد الحكومة ويريدتها بأرار المحكمة الدولية؟ لا أعتقد أن هناك ترابط بين الحكومة أو تشكيل الحكومة اللبنانية وأي حدث يحدث خارج لبنان الموضوع هو داخلي بامتياز النقاش هو نقاش على الشراكي داخل الحكومة مقابل توزيع حصص نحنا منسميها شراكي ومنعني ما نقول لدينا مشروع واضح بفكرنا وذهنا بلنا نفذ بإيجابية داخل هذه الحكومة لخدمة لبنان وتطوير الدولة اللبنانية لإنجاح هذا العهد ونتمنى أن يكون الجميع يتعاطى مع هذا الشأن بنفس الروحية ولا تدخل خارجي أكيد بهذا الموضوع ولا تأثيرات خارجية في مستشفى الجامعة الأمريكية مؤتمر حول طب الطوارئ برعاية وزير الصحة الذي أكد أن منظومة الاستشفاء بحاجة إلى تعديل وإلى تمويلا في لبنان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني وخلال المؤتمر الأول للبحر الأبيض المتوسط لطب الطوارئ الذي تنظمه الجامعية اللبنانية في طب الطوارئ في مستشفى الجامعة الأمريكية تحدث عن مشاكل القطاع الصحي وخصوصا في قسم طب الطوارئ وقسم الممرضين والممرضات مشيرا إلى أن منظومة الاستشفاء تحتاج إلى تعديل وتصحيح لافتا إلى أن التمويل هو جزء أساسي ليس فقط لطب الطوارئ وأيضا لمنظومة الاستشفاء وأضاف اليوم في لبنان هذا التمويل لا يتعدى نسبة 3% من الدخل القومي في كافة قطاع الصحة العام والخاص بهالأوضاع هذه تعود لبنان بكل مؤسساته وغيقاته ومجتمعاته وجمعياته أنه يشتغل بطريقة تعاون وتعاضد لحل مشاكل وبيستغربوا الناس لما نقلهم أنه لبنان بالمرتب الأولى عربيا وشرق أوسطيا بالخدمات الصحية علما أنه كمية الأموال اللي بتنصرف على القطاع الصحي هي بالمراتب المتأخرة كمان عنا الممردين والممردات يلي عددهم كثير قليل بعد ما بلاشنا بالاختصاص عن نحكي حتى العدد المطلق للممردين والممردات قليل جدا بحسب الطلب كمان بنا نعالج هالناحية كل هذه المنظومة ضمن الرؤية بدأ شغل مستدام بدأ عمل على تنظيم المهن بدأ عمل على نص القوانين وأقرار هذه القوانين بمجلس النواب إن كان من قبل الحكومة اللي هي مشاريع قوانين أو اقترحات قوانين عبر النواب إضافة تتطلب تمويل رئيس الجامعية اللبنانية في طب الطوارئ ومؤسس قسم الطوارئ في المركز الطبي في الجامعة الأمريكية الدكتور أمين القزي شرح الواقع في قسم طب الطوارئ لافتا إلى أن هناك نقص فادح في عدد الاختصاصيين في طب الطوارئ ومن إهمال في حقوق وضمانات أطباء الطوارئ ومن غياب استراتيجية حكومية تهدف إلى تنظيم هذا القطاع وكانت كلمة لنقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون ولنقيب الأطباء في لبنان ريمون سايغ ولنقيبة الممردين والممرضات عابير علامي شارحين فيها مشاكل هذا القطاع بدءا من مشكلة الطوارئ إلى النقص الحاصل في المستشفيات داعين إلى ضرورة تشجيع التخصص في طب الطوارئ في لبنان وتحسين ظروف العاملين فيه وإيجاد حل لمشكلة النقص في عدد الإخصائيين وفي الختام قدم الدكتور القزي جائزة باسم الممرضة في قصم الطوارئ ريمة جبور تكريما لها ولتفانيها وخدمتها في هذا القصم منذ أكثر من 25 سنة أهلا بكم من جديد زارى رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والأمين العام أولى شماس وزير المالية علي حسن خليل في مقر الوزارة حيث أجرى الوزير خليل اتصالا هاتفيا مع الرئيس المكلف سعد الحريري واتفق على آلية لإقرار التأجيل والأعفاء من الرسم المالي المقطوع المفروض على المكلفين بضربة الدخل وإرجاءه للعام 2020 وفيما يتعلق بالتخفيض الاستثنائي على مختلف الغرامات الضريبية وافق الوزير خليل على طلب الوفد بإعداد نص قانوني معجل مكرر لإرجاء مهلة تسديدها كما وعد الوزير خليل بإعادة صياغة التسويات الضريبية الاستثنائية التي أبطلها المجلس الدستوري في موعد قريب شركة سيتا المسؤولة عن العطل التقنية الذي تسبب بالإزدحام الاستثنائي الذي شهده مطار رئيس الشهيد رفيق الحريري في السادس من أيلول الجاري قدمت اعتذاراً علنياً اليوم من اللبنانيين والمسافرين ومن إدارة المطار شريحة الأسباب التقنية بالتفاصيل التي أدت إلى تعسر العمل على شبكة الإنترنت خلال صيانتها بعد انذار عالمي تلقاه مكتب بيروت من احتمال حصول عطل في نظام التكنولوجيا المتبع للعمل على خطين متوازيين الموصول بمكتب الشركة مباشرة في بشار الخوري وفي مطار بيروت أكيد الغاية مثل ما قالوا زملائي نعطي إضاحات على اللي صار بحادثة 6 أيلول بالليل جاينا انذار من شركائنا بشبكة الاتصال لفريقنا ببيروت فريق التقني وأكيد لغرف التحكم العالمية بالسيتا عمين قال إنه في خلل موجود لازم على وحدة من النظام اللي موجود بالشبكة اللي مشبوكة بالمطار ولازم يمكن ينعمل للإنترفنشن وبهمني هون وأكيد بكرة هلأ رح هرجع إخد الأسئلة منكم بس هي بهال الشبكة بالتحديد مثل ما قلنا هي روبص يعني اليوم نحنا حتى لو في خلل بتمشي على النظام التاني يعني هاي دي ما بحياتها بتوقع وهي دي اللي نسألنا كتير ليش ما نعمل فيها إنذار للمطار عادة نحنا بنعمل إنذار إذا فيه شات داون إذا فيه ريل أوتج أما إذا فيه بالتحديد عملية صيانة فيه نقلة لشبكة تانية ساعتها بنطلب نحنا فترة زمنية معينة نقدر نتدخل ونعمل الميجرشن هاي دي عملية عادة روتينية بس نتنسق معها بيتنسق مع كل الجهاد مع الخبراء تبعنا وتقرر لأينا وقت معي تعرف مطار بيروت بالزمان كان بالليل ما يكون فيه حركة كتير بس هلأ عم تصير فيه حركة كل الليل بس أقل وقت ممكن أخذنا بالليل تقريبا قبل 11 بالليل لنعمل هالعميلة الصيانة كانوا الخبراء مجهزين على أهم الاستعداد مع كمان شركائنا تنشوف كيف مجال نغيرها للقطعة وكانت ماشي للسيستم اللي صار عادة هي الكنترول بروسيسر موجود بوحدة من النظامين عادة بتتغير واللي صار جربوا يغيروها اللي صار ما بعد ما تتغير بما أنه النظامين مرادفين بين عمل تزامن عملية تزامن للسيستم اللي صار هون صار العطل العطل صار وصار محاولات متكررة تيرجعوا يطلعوا النظام لسوق الحظ ما مش الحال وهون ساعة تدخلنا صار عنا هون يعتبر حادث عالمي وتدخلوا كل خبرة وساعة كمين كان المطار على علم واتصلنا بشركات الطيران واللي صار هون ساعتنا أخذنا قرار نحن من عنا ننقل على شبكة تانية الثورة الصناعية الرابعة تشتاح الولدان المتقدمة أين لبنان منها وما هو أثرها على اقتصاده التفاصيل في الفقرة الاقتصادية مع ندا الحوت في الاقتصاد ما هي الثورة الصناعية الرابعة وكيف يمكن للبنان أن يواكب هذا التطور في ظل الواقع السياسي والاقتصادي الذي يمر بهمع في الفقرة الاقتصادية عضو مجلس نقابة المهندسين المهندس ويسام الطويل يعني فينا نحكي شرح مقتضب حول المؤتمر بسير يوم الأربعة برعاية الرئيس الحريري وشو أهمية على الاقتصاد اللبناني؟ نحنا برعاية دولة الرئيس سعد الحريري عم بتنظم اللجنة العلمية بنقابة المهندسيين في بيروت سلسلة مؤتمرات علمية مترابطة مع بعضها بعنوان أساسي هو الثورة الصناعية الرابعة بيبلش نهار الثالثة أول مؤتمر اللي هو بعرف عن الثورة الصناعية الرابعة برجع بعد كل شهرين في عنا مؤتمر مؤتمر الثاني هو عن المدن الزكية مؤتمر الثالث هو عن الزكاء الاصطناعي الثورة الركمية وتأثيرها على الاقتصاد وآخر مؤتمر هو بتناول عن تحديات التعليم الهندسي العالي بدوء الثورة الصناعية الرابعة يعني كيف سيؤثر على الاقتصاد اللبناني وهل يمكن للبنان أن يواكب هذا الموضوع برأيك يعني الثورة الصناعية الرابعة اللي هلأ عم بتصير وعم بتصير بسرعة كتير كبيرة عم بتأثر على كل اقتصاديات العالم ومننا أكيد عم بتأثر على لبنان ونحنا ما فينا نكون بجزيرة عن هالشيء اللي عم بيصير بالعالم عم بيصير فيه ثورة بموضوع ثورة الركمية عم بيصير بعالم الاتصالات بعالم الزكاة الاصطناعية بعالم تخزين المعلومات حتى بالبيو تكنولوجي بكثير مطارح وهالثورات كلها وهالتقدم هذا كله عم يعمل ارتباط ببعض والبعض عم بيأثر على الاقتصاد عم بيأثر على المهن في مهن نحط بطي لكم موجودة مثلا في مهن كثير يلي بدأ للاشياء اليدوية مثلا بتأثر عليها حتى بكل المجالات مجالات الهندسية الطبية المهنية بكل المجالات بدأنا بالصحافة مثلا وبالصحافة مثلا وشايفين يعني ديجيت الميديا ديجيت الميديا عم تأثر فنحن حابين نفتح هذا النقاش من قابل المهنسين وهذا النقاش هو نقاش استراتيجي لازم نبلش فيه يعني أكيد الحكومة اللبنانية والدولة وكل الناس اللي عم بفكروا كل الناس المهنيين بالبلد انه يفكروا استراتيجيا شو عم بيصير بالعالم ونحن وين دورنا وين نقاط القوة تبعنا لبنان وين بهذا الموضوع وين نقاط القوة بلبنان أن يواكب هذا الموضوع اقتصاديا أكيد في عنا نقاط قوة كتير لازم نشتغل عليها من العنصر الشبابي والعنصر العلم الناس المعلمين والجامعات في كتير ستارت أبس عم بيصيروا بالبلد في كتير ناس عم بيعملوا أبليكيشنز أكيد تركيزنا لازم يصير في تركيز على هذا الموضوع وبذات الوقت لازم يعني عم بيصير في دعوة مع الجامعات بهذا الموضوع نحن رابع مؤتمر هو حيكون بوجود كل عمد الجامعات والمؤتمر هو أساسي ليكون مع الجامعات اللبنانية تنحكي شو هنه المناهج اللي يزين تتغير رابع حلقة بالمؤتمر رابع حلقة بالمؤتمر شو هنه المناهج اللي يزين تتغير شو الاختصاصات يلي ما عنا إياها بالجامعات بالوقت الحاضر في الرياضة لبنان يقلب التوقعات ويفوز على الصين ويسافر إلى نيوزيلندا لامتحانه الأصعب بعد الفوز المدوي على الصين 92 مقابل 88 بعد تمديد الوقت في المباراة المشتعلة التي جرت بين لبنان والصين في مجمع نهاد نوفة الفيزوك ميكايل في اتتاح المرحلة الثانية من التصفية الأسوية الأوكيانية المؤهلة لبطولة العالم التي ستستضيفها الصين العام القادم سافر في ساعات الأولى من 14 من أيلول 2018 تلاعب مدخب لبنان إلى نيوزيلندا لملاقاتها ثم يخذ لبنان مبارتين أيضا خارج قواعده أمام كوريا الجنوبية وصين ليعود ويستقبل نيوزيلندا وكوريا الجنوبية في ختم تصفيات ويحتاج لبنان عمليا إلى فوز واحد من خمس مباريات للعبور إلى بطولة العالم للمرة الرابعة بعد أعوام 2001-2006 و2010 نعم لبنان نجح في تحقيق الفوز على الصين 92 مقابل 88 بعدما انتهى الوقت الأصلي بالنتيجة 77 لكل من الفريقين وقد واجه لبنان في الأمسي عامل الطول الذي منح الأفضلية للضيوف لكنه لم يحل دون تحقيق فوز معنوي على الصين أمام حوالي 7000 متفرج لم يتعبوا من تشجيع اللعبين ختم هذه النشرة إلى اللقاء ترقبونا في الحادي عشر ونصف إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر